لا كابتن ياسر طبعاً البيبو كرة اليد تاريخ طويل قوي قوي في كرة اليد ككابتن النادي الاهلي وككابتن منتخب مصر وكلعب محترف من أوائل اللعبة اللي احترفوا في ألمانيا ومن أوائل اللعبة اللي هم أظهروا ككرة اليد بتعتمد على القوة فكابتن ياسر البيب من الناس اللي هي أظهرت المهارات فعشان كده واخد لقب كابتن بيبو نسبة لكابتن محمود الخطيب طبعاً كابتن ياسر إدارياً هو من الشخصيات المحترمة جداً الهادية جداً اللي بياخد قراراته يعني مش بتنشنة بياخد قراراته بالراحة ومن الشخصيات يعني أنا متوقع له هو كابتن أحمد سالم من أن هم المستقبل القادم في الإدارة كرة اليدادة في مصر أكيد طبعاً موسم تاريخي يعني إن شاء الله برضو السنة دي بقى موسم تاريخي أكبر وأكتر وطبعاً برضو الموسم التاريخي دورت برضو ما ننساش إدارة النشاط رياضي كابتن خلد العودي ومجلس إدارة النادي الأهلي طبعاً بالإمكانات اللي توفرت وأنه هم صبروا على الفرقة فيعني دي كلها دي نتيجة سنين مترقمة وبنشكرهم كلهم عليها إدارة النشاط ومجلس إدارة النادي يعني أقول له بالتوفيق وإن شاء الله إحنا كلنا جهاز واحد وإن شاء الله السنة دي تبقى نتائج من القطاع من قطاع النشاطين من تحت الفوق لحد الدرجة الأولى أولاد وبنات بالتوفيق في كل البطولات بإذن الله وإن شاء الله ربنا وفقتك أقول لي كابتن عاطف عاطف طبعاً هو مدير إدارة قطاع النشاطين نعم فيه ترانسيق بينك وبينك طبعاً ها يعني هو إحنا عندنا ميزة إن إحنا لا نتعدى ما حدش بتعدى حد نعم فعاطف هو مدير إدارة قطاع النشاطين بكل حاجة من خلاله وهو يوزع هو بيرجع لكابتن أحمد بعد كده يوزع لإدارة النادي تحت لكن ما بكلمش حد من الإدارة النادي تحت من أي مباشرة تاني غيره هو تلالك نشيين كويسين هو من